هتيجي تشوف في اللقطة دي هنا فيه كام لعيب بيهاجم هنا من ناحية اليمين بتاعتك على محمد هاني أربعة شكل الدايمون انت شايف وهو شكل الدايمون في الاربع لعيب الصفر طبعاً احما عندناش حاجة تحددهم اللي في الاتجاه ده هنا محمد صلاح بيحاول يرجع عشان يقفل عشان يبقى ما نبقاش أربعة على تلاتة بالشكل ده عشان ما تبقاش هاجمة ويبقى في الآخر كروس وتبقى فرصة كبيرة للمنتخب المزنبيكة هنا وضاعت طب نفس الشكل ده قعد بص شايف الرقم الديفوند ارجع اللي فاتت دي ارجع اللي فاتت بص الكرة اللي فاتت دي هما هنا مغلوبين واحد سفر في ديئة تلاتين قبل نفس الكرة دي شكل الدايمون هنا حرس المرمى مع الاتنين استردباكين مع رقم ستة هوت في نص الملعب عاملين شكل الدايمون بص هنا محمد صلاح بيعمل ايه بيشاور على لعيبة منتخب مصر في نص الملعب بيقولولهم تعالوا اضغطوا هنا فيه ضغط حصل من مصطفى محمد ومحمد صلاح بس الضغط هنا ضغط فردي مش ضغط جماعي مش ضغط تيم هنا الطبيعة مجد غط هنا المنتخب المصري كان لازم كل مراحله تتقدم لقدام عشان ما نلعبش في مساحة يعني لو بصيت المساحة اللي فيها الكرة وبصيت لو الكادر طبعا معانا يفتح لاخر لعيب عندنا محمد عبد المنعم واحجازي هتلاقي المنتخب المصري بلعب في سبعين متر دي مساحة جبيرة جدا ما نقدرش احنا نعمل الضغط ونعمل الضغط العالي بالشكل ده على منتخب متواضع زي منتخب موزنبيك في مساحة سبعين متر لازم كل الناس يترحل لقدام زي ما انت شايف كده ايد محمد صلاح بيشاور اللعيبة بيقولهم اطلعوا يعني تعالوا ضغطوا معنا هو هو بيشاور على اللعب اللي اتحرك من حاجة علي الدائل اللي هو حد يا جماعي انت كايب تتديله مخرج يعني ما خلاص هو هنا النهاردة راحوا ضغطوا الاتنين عندهم كم حل عندهم حل حرس المرمى عندهم حل الباك شمال عندهم حل الدفندر رقم ستة عندهم حل ان الراجل الدفندباك التاني عما يجي السلم القرة دي يفتح على الباك رايت اللي فاتح على الخط بص فاتحيني الملعب ازاي يعني فرقة مغلوبة ومتوضعة ورغم ده عندهم قدرة ان يبدأوا عليك الهجم وشفنا المنظر ده في الدقيقة تلاتين وشفناها في الصورة اللي فاتت في الشكل الدايمون اللي انت شايفه لو عندنا ان احنا نقدر نحدد كنا حددنا لك الشكل اللي هم بيشتغلوا به فهنا الضغط اصبح سلبي جدا هات الصورة اللي بعدها شباب كورة دي دي طبعا برضو نفس المنظر هنا بتشوف هنا في كم كسافة العددية اللي موجودة للمنتخب الموزنبيك على المنتخب المصري كسافة كبيرة جدا ماشي اللقطة ماشي الصور ايوة هنا بيحصل ايه الضغط بس هنا الضغط عبارة عن ايه ضغط فاردي كام لعيب المنتخب مصري هنا سايبين الناس السلم براحتها الراجل يلعب براحته الراجل هنا الباك ده الحب ده اللي هو الشمال ده فين محمد هاني هنا ولا فين الراجل يرجع عشان يغطي هنا كم يرد يزيزه وانا لازم يرجع في الحتة دي وينزل يمسك في الحتة دي يعني ماينفعش دايما ان احنا كنا بنشوف محمد هاني اتنين على واحد الشوت الثانى إما تتفرج على لقطة الجون. محمد حمض اتنين على واحد. وهنا لقطة من القوار اللي هيا رجع بالصورة دي ثاني وهنا محمد هاني من ناحية المين اتنين على واحد. الكرة دي كجي ممكن ييجي منها هدف المنتخب المضبيك. ايو. محمد ش ladies عامح Ragh Took Shiroi. بالزبط كده. حتى بكون في السورة. اتنين على واحد. قامoi علي محمد هاني كان المنطلض هنا الموساند ينزل من مين من زيزو. ارجع بالصورة كده ماشي الصورة عاتل الصورة اللي بعدها اهو الراجل راح والوحده وبقى الوحده خالص وكام لعيب من المنتخب المصري وبص هنا بقى المنظر اللي انت شايفه في قلب الملعب اتنين فرودة على مين على التين مدفعين على التين مدفعين على حجازي ومحمد عبد الملع دي مشكلة كبيرة جدا ودي اللي حصل منها الهدف الاولاني بنفس الطريقة من الجبهة الشمال ولولا ساط ربنا كانت ممكن تبقى الكرة دي بالنسبة لهم هدف الراجل اخطأ فيها ولفي بيها بمحمد حمدي وحطاها على شمال الشيناوي برا الملعب هنا اللي كان فيه رقابة كويسة ولا فيه ان انا اضغط على الخصم بشكل كويس وبالاخص في نص ملعبي لازم اعمل تزون ديفنسي بتاعي بشكل كويس جدا لازم الناس الهفضات اللي هي بتشتغل تنزل تساعد